الرقم سبعة هو الرقم اللي حير العلماء ويفضل محيرهم طول العمر صدق أولا تصدق عزيزي المشاهد أن رقم سبعة له معاني كتير جدا المعاني دي ما فيش إنسان هيقدر يفسرها اليوم الدين وده بسبب بسيط جدا إنها حكمة من الله سبحانه وتعالى أهلا بيكم في قناتي كل جديد حول العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو بصينا بكل هدوء هنلاقي في رقم سبعة ده حاجات غريبة جدا 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 ومعجزات من الله سبحانه وتعالى عدد طبقات السماء سبعة وعدد أيام الأسبوع سبعة وأبواب النار سبعة عجائب الدنيا سبعة الطواف حول الكعبة سبعة السعي بين الصفة والمروى سبعة ألوان قوس قزح سبعة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة عند سن سبعة آيات صور الفتحة سبعة عدد البحار سبعة الجامرات اللي بنرميها في الحج سبعة المعادن الرئيسية في الأرض سبعة كمان في سبع أنواع أساسية من النجوم وفي سبع مستويات مدارية للإلكترون الضوء المرئي له سبع ألوان الطيور بتهاجر في سرب على شكل سبعة تكبيرات العيدين سبع تكبيرات عدد قرات العالم سبعة كمان فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة بعد كل المعجزات اللي قلناها دي كلها عن الرقم سبعة لازم نقول بكل خشوع لا إله إلا الله محمد رسول الله لاحظوا حاجة في الشهادة اللي احنا قلناها دي شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله سبع كلمات هي كمان ده شيء عجيب جدا وهقول لكم كنز هو عبارة عن معلومة بسيطة جدا أرجوكو ترسلوها وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم المعلومة البسيطة دي بتقول إيه إن اللي يتوضى قبل ما ينام ربنا بيرسله ملك يبات بين سوبه وجلده بين ملابسه وجلده الملك ده بيستغفر له حتى يستيقظ كمان في حاجة مهمة جدا وإن مات الشخص اللي توضى قبل النوم بيموت على الفطرة عشان كده لازم نحرس على الوضوء قبل النوم دايما دي كانت معلومات مهمة جدا حبيت أقولها لحضراتكم ومعلومات غريبة جدا 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 بتقول سبحان الله ربنا قادر على كل شيء سبحان الله العظيم أرجو إن الفيديو يكون أفاد حضراتكم بمعلومة وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله أترككم جماعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة